يقول هذا السائل شيخ أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه الآية من جملة الوصايا العشر التي جاءت في آخر سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما صراط الطريق الموصل إلى الله عز وجل وهو القرآن أو الرسول أو الإسلام فسر الصراط بهذه الأمور الثلاثة والكل حق فالإسلام صراط الله والرسول صراط الله والإسلام صراط الله الموصل إليه سبحانه وتعالى فاتبعوه يعني سيروا عليه وتمسكوا به ولا تتبعوا السبل السبل التي تخرج عن صراط الله هذه سبل وليست صراطاً هذه سبل وعلى كل سبيل منها الشيطان قد خط النبي لما قرأ هذه الآية عند أصحابه صلى الله عليه وسلم خط خطاً مستقيماً وخط على جنبتيه خطوطاً وقال للخط المستقيم هذا صراط الله وقال للخطوط التي عن يمينه وشماله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فيجب على المسلم أن يتمسك بصراط الله ويترك السبل فإنها تضيعه عن سبيل الله وعلى كل سبيل منها شيطان والعياذ بالله يدعو إلى اتباعه وترك صراط الله عز وجل نعم بارك الله فيكم